سيداتي سادتي انتباه من فضلكم هذا الفضاء خاص بالصراحة والوضوح المرجو عدم استعمال لغة الخشب شكرا على تفهمكم على بركة الله مرة أخرى بدون لغة خشب دائما بدون مواد حافظة القاعدة معروفة كنذكر بها رمضانيك يسأل شنوبغة وكيف بغى ضيفك يجاوب شنوبغة وكيف بغى إنما لا بد يجاوب بدون لغة خشب سيداتي 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 لأنك معنا اليوم بدون لغة خشب شكرا على التدعاء وفخور فرحان كنجي عندك ديما مرحبا بيكم انت جيت في هذا الفضاء الجديد نعم بصحة ومبروك عليكم الله يبارك فيك إن شاء الله أنني في خدمة المشهد الإعلامي قلت لك قبلها دبما ما محتاجهوش الدعم شما إلا ما محتاجهوش الدعم الحمد لله طيب ماذي بن سعيد وزير الشباب والتقافة والتواصل على المكتب السياسي بحزب الأصلة والمعاصرة صراحة عندي بزاف ما نسوي لك على القطاع الحكومي ديالك ولكن اليوم عيني في البام مرحبا وخانت أخذتي شي جائزة هاد المرة ديال أحسن لأكثر لوزراء تواصلان في العالم العربي وإحنا كننقرع لكم ونقول لكم حكومة لا تتواصل وانت جب تشاهده واعتراف عربي الحمد لله الاعتراف مش نجل القطاع كله خدامه الحمد لله باش يعرف بالترات والتاريخ وفي الأعمال اللي يقوموا بها الشباب ليس العمل ديال الوزير فقط ماشي ديال الوزير فقط على كل حال طيب هاد شي يعجي مناسبات أخرى إن شاء الله وغنتذكره في هاد الأيام مهدي بن سعيد الصوت ديال التراكتور كنسمعه مقلع الحمد لله وقيرة لكن كان شي مشاكين في الدماراج تديروا الكونتاكت وانما تشدك شو كنتسمع ديك تزعزيع ديال التراكتور وبحالك يحبسي شوية الحالة الميكانيكية التراكتور ديالما الحمد لله لا لا أمور غدا بزيال بزيال ما نيزي أنا سويتك الحالة الميكانيكية مهدي بن سعيد إنه دي أسابيع وقعتك سيدا خيبة التراكتور جوج من الأسماء معروفة في الحزب ديالكم معتقالة ومتابعة على ذمة ما يسمى إعلاميا بملف إسكوبار الصحراء يعني كنظن غتكونوا مصدومين داخل الحزب بالطبع أنا شخصيا إذا تكلمت على هذا الموضوع ومجمع منذ المناظرين وإخوان داخل الحزب نعم كانت سدماء سدماء كأفراد وكأشخاص لأن هاتجوج منذ الإخوان كانوا بالطبع داخل الحزب والقليل اللي شافهم شافهم على الأقل في المجاليس الوطنية يعني مرة ولمرتين السنة فبالطبع ومنذ سنين وسنين هدي فالتو واحد ما كان ينتظر يعني هاد اتهام بحال هاد يعني بعد التقل اللي كتشكل خطر كتشكل خطر مش فقط على الحزب بل على يعني علينا كبلاد كدولة وتسألنا بعضياتنا واش لدينا مسؤولية كحزب بالطبع ما عندناش مسؤولية قانونية ما عندناش مسؤولية سياسية نقدرنا نعتبرها مسؤولية أخلاقية وفي هذا الإطار فتحناه واحد نقاش جاد ومهم لغاديين بهذا بالمؤتمر كيفاش غنتعاملوه مع هالإشكاليات اللي ممكن غدد يعني يكونوا إشكاليات أخرى مش فكتوش سيبن سعيد بأنه كانت ضربة قاسية للحزب والصورة دي للحزب أنا أعتقد بأن هالإشكالية وحنا كان نشوفوه وكان نقرأوه هنا وهناك ما يجرع في الساحة السياسية وبالطبع إلا كان هناك واحد الخطاب نرسيدنا الله ينصره اللي كانت تكلم على العلم المحقول كانت هناك رسالة مركية في البرلمان اللي واضحة وكيتبين بأن الأحزاب السياسية والساحة السياسية خلال دل المجهود وهنا بالطبع العصراء والمعصراء في دل ما عشناه من صدمة هاد الأسابيع القليلة خلالنا نزيدهم بالدل المجهود أكتر لأن علاش لأن لما تأسس الحزب إحنا جيناه واحد للهاجية جديدة ويمكننا فلسط من أطروا على الساحة السياسية الساحة السياسية أطلعت علينا ولانتدارات الانتخابية دخلنا في واحد المعمعان للأسف تبدلوستقو بدلوكم أنا هادي القراءة اللي كنقول الهدف الأول اللي جات عليه الحركة لكو الديمقراطيين أنا داكت ومن بعد الأسرة والمعاصرة للأسف نشاغلها مع الانشغالات الانتخابية الانتخاباوية ومشينا في واحد في واحد طريق اللي احنا اليوم كنا أديوا التمنجرة احنا اليوم كنا أديوا التمنجرة إذا اليوم خصت تكون واحد القراءة شاملة على ما يروج في الساحة السياسية والانتدارات المواطنات والمواطنين الإشكالي أو المطارب اللي كانت عندنا إحنا يا أنا داك في 2008 وفين وصلنا اليوم وفين وصلنا؟ تعرف بأن هذا المؤتمر الخامس تعرف بأننا دوزنا مجموعة عن العامين مجموعة عن القيادات فأعتقد أن اليوم خاص يكون فاش كتسمع مجموعة عن هذه الصريحات يمكن مجموعة عن الأخوات والإخوات فاش كنتكلموا على خاص يكون واحد الإجماع اليوم على الطريقة عن هذه التدبير اللي غندروها يعني في المراحل المقبلة يعني لمنتدر كتير منتدر مش هي هو يكون أمين عامل أنا سهلا نجيو بأحد الاسم ونتوافقه عليه ونقوله ها هو الأمين العامل دينا وبحل ما كينتحاج هذا ليس مش هذا عرص سياسي السياسي يعني مرا هاد الإشكاليات اللي جروا وغنجيوه حتى فلو مشوا بحالتنا هو عرص تنظيمي لأن الحمد لله الحزب في دل مؤتمر جلوا فوقته في دل ما نعيشه من أزمات ومن إشكاليات في الساحة السياسية وهذا وهذا هذا عرص تنظيمي ولكن ليس بعرص سياسي بمفهوم يعني يعني لا خل نقشو حقيقة الإشكاليات اللي كان اليوم في الساحة واللي الأصارة والمعاصرة جزء من هاد الإشكاليات كالساحة السياسية كلها كتنشوف جميع العذاب اليوم يعني ما بقيتوش كتنزهوا نفسكم على المشاكل دي المشهد الحزبي كتقولول الله احنا واحد الفضاء حزبي نقي نظيف لا تشبوه شائبة شمال قبلة ليس احنا على هاد القادية بالتاتس ما يسمى ب اسكوبارس الصحراء الصحراء الحزب ليس مسؤول تنظيميا أو قانونيا لأنها لا علاق لنا بهذا الاشكالية ولكن كنقولوا كان واحد المسؤولية مغال أخلاقية علاش لأن هاد الناس توزوا على واحد الوقت معين لأنه تم تسكية من طرف الحزب في واحد الوقت معين ولو نقدر نجي نقول لك أن هاد القيادة الحالية لا علاقة لها بتسكية الأولى واللي جابهم ولكن هاد نقاش آخر احنا كنا الاستمرارية نجل المؤسسة وكان واحد الحزب من سور أثرة أو المؤثرة وكان قولوا خسنا ننقشوا هاد شي كله باش نعارفوا كشنا هما المعايير اللي غال ناخدوا الأخلاقية التنظيمية القانونية السياسية باش نحاولوا يعني نقلصوا من هاد الاشكاليات طبع يقتر يزلق لك شي واحد ولا جوج لأنه كان عشرات نجيل الدوائر ومئات نجيل الدوائر في المعات بها المنطقة سم هدي بن سعيد انت كتقول بأنه ممكن يزلق شي واحد وكلي كيقول حوتة واحدة كتخنز شواري بطبع وكلي يلقى ها فرصة باش يضرب في الأصالة والمعاصرة ويصوره لأنه هو واحد المجمع ديال الفساد وكان عقله على أمين عام حزب سياسي اللي كان كيقول هاد حزب ديال تجار مخدرات بتاع عقل على الشيء السيئاتي بطبع بشي كتأكدوا بر المنطقة ديالك دبعنا نقول شها القبيلة هادي هي صدماء هادي صدماء صدماء لأنه هم مرة أخرى هادو ناس اللي يدوزوا معنا يعني ماشي القليل داخل دائميا داخل الحزب داكور الحزب باريء من الأعمال اللي قاموا بها أولا أكتر من هادا هاد الإخوان لانا سمعت بعض يقول بأنه هاد تمولي الحزب من جام معمورهم ما مولو الحزب ايه ومدبرهم كيديرو الصينية المؤتمر يمكن مولو يعني الانتخابات ديالهم ولكن معمورهم ما مولو الحزب كتنظيم اللقاءات اللي كنديرو لها المؤتمرات الجاهوية أو الوطنية أو الشباب أو النساء لا علاقة علاش لأن الحزب من تأسيس دياله وهو كيتتعمل بها الطريقة اللي كنتعملوا بها دابا يمكن اليوم عرفناها وتواصلنا عليها والتعرفات في دل مناعش وليوم هي أنه كيكونوا مساهمات من طرف الأخوات وإخوان كلها على قدوم كاللي كيعطي غير هاداك الانخيارات السنوي دياله وكاللي عنده إمكانيات والمنتظر وهذي رعدة داخل الحزب مش جديدة أنا فاش كنت في البرلمان كاتت مساهمة شهرية كاتبشي من داكش اللي كيجينا من البرلمان كنا كنا نعطيه ديك الساعة خمسة لف درم شهرية وجميع أعتقد أن جميع الأحزاب كيتعاملوا بهذا الطريق يعني مش جديد علينا وفاش كتكون واحد المحطة وطنية بالطبع النواب وأي واحد عنده مسؤولية داخل الحزب المنتظر منه هو يساهم باش ينشجع ذاك التنظيم لكن مش هاد شي دائما لأنه ما يروج السيماني أنا قلت لك من 2011 من أغنياء الحزب ومن نهو ما تجروج أنا قلت لك من 2011 الحزب تأسس في 2009 أنا 2011 نقدر نقوم بينا قوصين تحمل المسؤولين أنا اللي دخلت للبرلمان من 2011 وأنا شخصياً أساهم شهرياً أنا ذاك خمسة لف درهم من بعد 2016 ما تقاتش عندي المسؤولية ولكن كانت هنا كان خراطات يعني سنوية وفاش كتكون شي لقاء أنا ذاك الساعة مسؤول على على جهات ترباط أو إقليم الرباط كتكون مساهمة من طرف الأخوات وإخوان واليوم وأنا في الحكومة والمساهمات يعني أولاً شهرياً وفاش كتكون شي إشكالية الإخوان اللي عندهم المسؤولية ما كنت تكلمش فقط على الوزراء الوزراء ورؤساء الجهاد والبرلمانيين وأي واحد عندهم مسؤولية إلا ويساميها بالقد والقد اللي كيقدر عليها واللي عنده شي إمكانية أخرى إلا كناك سنساهمه مثلاً البرلمانيين إلا عنده شي واحد كيقدر يوصل ترمية ترمية كنقولي شكراً في ضل ما يعني اللي كيعتنا للقانون المساهمات في نكاد بشكل بش الله بونك منذ الأمور المالية شفافة داخل الأصالة والمعاصرة بشهادة حتى منذ الأكوردكم تعرف بأنه سنوياً ركنا حتى تقريب لكن شي كيس نوار لماذا؟ 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 التنظيم الحزبي ها هو أنا كنقولك أنا في الحزب 2008 وعرف اللي خاص الحزب إحنا كنا كنا نطالبوا واحد لوقت معين يكونوا عندنا غير ما قررت ها هو اليوم يعني نقدرون نقولوا اللي بغينا على على سيد الأمين اللي عام ولكن اليوم عندنا ما قررت في زميع الجهة دليوم لكا ما قررت لي بحسوبين على الحزب أصارة أو المعاصرة ماشي على الأفراد ماشي واحد الشخص اللي كي يكريب اسميتو من أجل الحزب الحزب عندهما قررت نجاله في جميع الجهات وفي الرباط عمنات لتعرف المقبوات واش نفهم بأنه المهدي بن سعيد بغي يحيد ما صار يسمى انحرافات؟ لا اللي بغيت نفسر بغيت نفسره هو أنه ويسميها في واحد أولاج جديد لا لا أبدا أبدا اللي بغيت نفسره هو أنه هاد الإشكالي اللي عشتناها هاد الشر يعني هاد الأسابيع الأقالية اللي دستر كان صدمة صدمة كبيرة بالنسبة لينا احنا أولا راينا عتيت وحد الميتة راينا قلت واحد لوقت رايي ممكن احد السكن قدامك هاد الملاحدة ندرش لو كان درتوا الملاحدة لداه الملاحدة ما عمل منددل لو كان درتوا الملاحدة إحنا الأوائل اللي غندروا بعدها مصدرات تأديبية إحنا اللولين لأن هذه عملية رازة مرة حتى الخيال ممكن له شي تخيل يعني إحنا هذك اللي كيكتبوا الأفلام في نيتفليكس زي ما هذي شي رفات الخيال وشوف أنت وش كتبلك هذي قصة عادية فيها شو يدي العادي ما شي عادي ما كانش منتظر ونبيم اللي كان قرأ أنا كان أرجع للرسائل ديال حاكيم بنشماش هو أمين عام أنا ذاك نظر أنك نكتب شي رسالة مشي دولة في أمريكا اللاتينية عقلتي عشية المؤسامة نعم تكلم على أنشيطة غير مشروعة واغتناء غير مشروع داخل البام وكيف جاء الأمين العام الأول اللي هو السحة سامي العدي آخر تكلم على انحرافات وقعت في البام فبالتالي ما شغل خصوم تولى الدار ولكن واش تكلم على شكون وكيفاش لا لا مزيعة إلا كن عارف شي حاجة وما قال الناشرة خطير لأنك تكلمش على أمنا عامي لأنهما اللي كانت عندهم التوقيع هما لكي وقع أولاد سكيات ما تكلمش على مناضل سمع شي حاجة ولا ولا تصمت على شي حاجة أنا لا أعتقد كانك يتكلم على هذه على هذه الإشكاليات كان ديك الساعة تكلم على الرسالة الأولى نجلسي حاكي ممكن أعتقد والقراءة اللي درتانية في إطار الصراع اللي كان وصراع كان سياسي كان سراع سياسي ما بين واحد طيار وطيار آخر إلا كان تفرسهم شي حاجة وما تقلش لنا تكساعة تسولوا الإخوان لمانين بالقراءة ماشي نفسون ليش أنا ولا تسول الأمين اللي عام الحالي أو شي أخ من الإخوان اللي دابك يتحمل المسؤولية منذ 2020 اللي نقدر نقول لك أنا هو أن داخل حزب أثار المعاصرة من 2008 وانا هو يعني مشي عاد من التحق بالحزب البارح أنا من دبيل يوت وانا في الداخل الحزب ما كانش شي واحد ما كانش شي واحد كيقول أتنسيون أحدا هو من هذا ربما 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 تسمع واحد المسؤول أحدا هو منه مخصوش تحمل المسؤولية أبدا طيب من 2008 ما دي بن سعيد من الشباب اللي بدوا تجربة دي الأصلة والمعاصرة وبدوا مسارهم السياسي نعم داخل الأصلة والمعاصرة عمرك شفتين حرافات داخل البطاعة لا وهات شي نحرافات شنو ما نحرافات اللي كنا نخلنا قشوهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه وهذا التوجه هو اللي مشينا فيه في 2011 إلى عقلتي وجينا الرابعين في البرلمان وكان واحد الفارق البرلماني محترم اللي 80% منهم كانوا برلمانيين جدوا الداخل يعني بألوان الأسار أو المعاصر معمرهم ما دلوا السياسة قبل واعتقدنا بأننا يعني ولي هذا منطق وفي 2016 غير مشيو فيه شلط العملية ولا ما جيناش اللولين نقدروا نجيو الثالثين ولا الثاني لأننا جينا الرابعين في 2011 واحد توجه آخر اللي اعتبر بأننا حانا لوقت باش نكونوا إحنا الأوائل وأنا ذاك عاو تاني فتحنا البيبان جديد ورساك بناء أخطاء تذكر؟ تتعرفوا بأنه كانت أخطاء؟ والنقاش قال اللي كان ديكسعة النقاش داخلي وهتش عارفوا يعني مشي جديد 2016 ومن النقاشات اللي كانوا مع التيارات والصراع اللي كان اللي خليه اللي وصلنا به المؤتمر 2020 وهذا وأي توجه نريد فيه بغينا نمشواش بغينا نجيو غير للولين ولا بغينا نجيو من الأوائل باحترام القيم اللي علاش تأثت هاد الحركة هاد النقاش مباشرةً بعد الأسرة والمعاثرة احترام القيم اللي تأسس أو تأثت عليها حركة الديمقراطيين ثم الأسالة والمعاثرة تبديتي مع المشروع نعم ولكن كيف بدأ المشروع كيف تطور وفين وصل شو شو؟ في الخلل شنو قلت القبيلة؟ قلت لك لكن واحد الإشكالية يمكن عانينا منها هو أننا مباشرةً فاشتزنا من الفكرة النبيلة والعمل الجمعوي والحوار الشعبي اللي كنا ديكساعة داخل حركة لكل ديمقراطيين ودنا يعني دخلنا للساحة السياسية بلون سياسي جديد اللي هو الأسرة والمعاثرة والصراعات اللي كانوا لها في 2009 من طرف الخصوم للسياسيين أو في 2011 في عشر من كبراير وزيد وزيد كان واحد الواقع الواقع في الانتخابات بغينا احنا ماشي بدون لغة خاشة كان واحد الواقع كان واحد الجزء داخل حزم الأسرة والمعاثرة وأعتقد أنه كانت تبره جزء كبير اللي كيقول نعم كان واحد الواقع ولكن هذا الواقع احنا جينا باش نطوروه باش ما نقولش باش نغيرو باش نطوروه شناوها نطوروه هي أننا خسنا نقنعوه واحد نخبة سياسية جمعاوية باش تهبط للتيران واجو اللي تقلص مع المغاربة وتقنعوهم بأن الصوت ديالها مخصوش يكون يعني بإمكانيات مادية مش ما نقولش حاجة أخرى وبشوية بشوية ولا نجحنا في واحد العشر عفل ميان زيان مرة المحلة المقبلة غانا شوف في عشرين وغادين بشوية بشوية تاغتوا لي واحد القناعة أن ممكن لأحزاب سياسية تقدمية يعني تؤمنوا بالمفهم ديال تمغربية ولكن منفتحة على العالم أنها كذلك ممكننا جيب واحد الأصوات محترمة وتربح اتقان ديال المغاربة ما قدرتوش على هذا الرئيسي ما قدرناش درنات جريبا ديال 2011 وجينا ال40 الحوار اللي كان داخل الحزب هو أنه إلا بقنا عادين بحلقة يمكن نجحوه في 2030 ولا 36 ولا 40 ولا هذا ما في نحاولو نديروه ما بين وما بين يعني الميكسي الميكسي الكائنات الانتخابية وما بين الجيل الجديد هذا التصوير أنا في 2016 قم ضد هالتوجه ومشي ببحدي مش ما نقولش لأنا مجموعة عندي الأخوات والإخوان مجموعة عندي الأطر كنقولو إي راه يمكن ماشي المرحلة وتبين أنها ما كانش وقتنا لأن الشعب المغربي بنفتاح ندينا على الجميع للأطر وغير الأطر جينا احنا التانين دكور دو كاناشنو كنقول كان يمكننا في 2016 نستغل له الفرصة ونمشيو في استراتيجية اللي بنين عليها 2011 وأنا دك كان يمكننا نجيو ممكن التالتين والتانين رو يمكن قاعد نجيو اللولين بذيك الطريقة اللي أنا ما عارفش المواطن المغربي كيفاش غاي يتعامل معك أنا دك وانتوليك كحزب سياسي اللي بذيك ساعة في 2016 عنده عشر سنين انت كاتب نراسك انت كاتب نراسك بشوية بشوية اليوم بهذه الأخطاء وبهاد الإشكاليات اللي كنعيشوها اليوم بهذه الأزمات داخل الحزب أو في الساحة السياسية ككون كان اعتبرو بأن دائما احنا ضبرنا الأزمات بطريقة داكية بطريقة جماعية داكور وهاد التوجه هو اللي بغينا نمشو فيه دابا باش نستغلو هاد الإشكاليات نرجعها نقطة آآ 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 اللي غين نجحنا في المراحل المقبلة آآه مش رجعسو كباقي الاحزاب؟ لا اولا احنا كيفاش كباقي الاحزاب وما جيت في اللول ماذا كان عقلك يقول لك ما بغيناش نكونوا رقم اضافي فقط نعم في المشهد السياسي نعم لا اعتقد لكن بهذا الشي مش مرجعتوش بحلكم بحل الحزب فلاني الحزب فلاني انا كان اعتبر بانا قناعة يعني الحزب اثر ومعثار قناعة مجموعة دي الاجيال باش نخرطوا في العمل السياسي وهذا النقطة ايجابية وانا منهم انا فاش كانت حني 24 عام 25 عام قناعك المشروع ما كنش ما كنش بالطبع ما كنش كان اهتم بالساحة السياسية او كنش بحل مجموعة عندي للشباب ما كنقول هاد الأحزاب ما عندي ما ندير فيهم ومسخين وما ندخلش لهم هاد وجات الحركة لكل ديموقراطيين وقناعت مجموعة عندي للشباب وانا واحد من هاد الشباب اللي قناعتهم وما زال الحد الان كاتقناع اجيال جديدة ديال الشباب وغير الشباب نساء مناضلات ومناضلين مواطنات ومواطنين وكيدخلو لهاد الاسراء المعثرة وما كانوش ما عندهمش واحد تاريخ نداري في مؤسسات سياسية اخرى يعني المشروع مازال مقبول عند المغاربة المشروع مقبول ولكن المشروع واش مازال قائم عند اصحاب القام ده باش نجرى ده باش نجرى جرى المؤتمر جيل 2020 وكل هدف ما بعد المؤتمر جيل 2020 هو العودة الى القيم اللي دفعنا عليها في 2008 و2019 للأسف بالطبع كيف ما كنتعرف السنتين الاولى ديال القيادة الحالية ديال الاسراء المعثرة كانت الكوفيد يعني ما كانوش دوك اللقاءات الجماهرية اللي بغينا نداروه لانا نولينا خدامين غرب غرب اللي طابلت وما كانش دوك اللقاءات التواصلية كيف ما كنا بغينا نداروه بقبل المؤتمر ومباشرة مبعد جات الانتخابات والاسراء المعثرة كانت له اول جريبة حكومية فكان خلصوشوين ديال الوقت باش يتأقلم مع العمل ديال الاغلبية وديال الحكومة وانسى ما يركز على التنظيمات دياله وهاد اللقاءات اللي كنا نبغينا نداروه اليوم اعتبرنا بأن المحطة اللي جاي المقبلة يعني الجماعة والاسراء ان شاء الله محطة مهمة جدا علاش لان ده مرحلة ديال تأقلم داخل الاغلبية ثلاث انتهت الوزراء اللي تأقلم تأقلمتو حسيتوا نفسكم ايه انت فاش كنقول تعقلم ايه بيصر حاضر التأقلم فاش كنقول تعقلم يعني مع التسير مع تخدم في اطار يعني اغلبية ولا فاش كتكون في مواردة كتكون بوحدة بقرار المشاركة في الحكومة بالمنطقة ديال تال الحزب كان خصو يمشي بالتدريج مشي شاركتو في وقت وورا بالتدريج بالعكس انا كان اعتبر بأن منذ تأسيس الحزب إلا رجعت لتاريخ الأحزاب الأخرى بما فيهم الأحزاب يعني التاريخية اللي عندنا في المريكا المغربية يرى بعض منهم تخل مباشرة بعد وقبل ما يتشكل بزي الحكومة إذا بالعكس انا كان اعتبر بأننا دوزنا 15 العام دوزنا ولايتين في المعارضة والإخوان والأخوات اللي دوزوا يعني البرلمان عندهم تجربة كاملة واللازمة باش يدبروا الأمور يعني ما كانش بالعكس كان جات في واحد لقت اللي تجمع الوطني الأحرار اللي كان اعتبرو حزب وسطي يعني حليف لنا نفس الشيء بالنسبة لحزب الاستقلال لأنه جات واحد المنهاجية إيجابية اللي اعتبرنا بأن القرارشنا هي اعتبرنا بأن هاتلتة الأحزاب السياسية غاي ساعدوا باش ما تكونش بلقنة يعني المشهد السياسي وثلتة الأحزاب السياسية اللي غاي يسيروا الحكومة في الوقت اللي كنا نعاتبو الحكومة السابقة أنه سبعات الأحزاب أو ستا معقلت اللي كانوا في الأغلبية زائد على أن نفس المنطقة غاكين في الجهاد وفي الجماعات الكبرى غاي ساعد قلتون ديروا منهاجية جديدة وخالك يأخذكم على هات المطقة يصلكم عدوان تولاتي كنا نقولوا بأنه وأعتقد أنا حتى المغربة كانوا متفقين معنا أن نستد الأحزاب الأغلبية أو يشكلون الأغلبية كان واحد الخاليط اللي ما نفهمش سياسيا على الأقل احنا هنا كان نقولوا نحن وسطيين كنتكلموا بمفهوم الدموقراطية الاجتماعية وداخلين في برامج كبرى لأوراج كبرى اللي يطلقهم سيدنا الله ينصروا أوراج اجتماعية فاعتبرنا بأننا هات التوجه يمكننا نشوفيه كتولاتي لأنه تنصيق غاي يكون سهل وزايد على هدا التنزيل دياله في الجماعات والجهات غاي يزيد يسال في إطار الأغلبية اللي هنا هذا على المفهوم الأغلبية أنا نرجع للقاة ديال المؤتمر وقبل ما نبكره نخل في تفاصيل نرجع للبلغ اللي كنت دلت رئيسة الجلس الوطني بلغ الأول ناشيتها جي النداء البلغ ديال فاطمة الزهر المنصوري اللي كنت فهمت منه بأنه تحت ما يبقى يتخبى في البام بالطبع أنا غنسوه لك سؤال جوبني بدون لغات خشب واش 3500 مؤتمر اللي غا يمشي معه نعم ما كنت واحد مخبي وسط منهم من النوع اللي تكلمت عليه فاطمة الزهر المنصوري احنا شوف غالي للغربال مش غالي للغربال هادي اللولة ثانيا فاش كان قوله التوح ما يقدر يتخبى في البام هادش اللي جرى والبلاغ اللي تكلمت عليه بدل رئاسة المجلس الوطني ومبعد جار بلاغ بدل المكتم السياسي واضح احنا نحترم القضاء والقانون ما كانش واحد يتخبى في البام واللي كان يعتاب الرأسه بأنه غا يتخبى وغا يتخبى لاغراض غير قانونية غالط والدليل هي هاتش اللي يجرى على الاقل الى كانش ايجابية في هاتش اللي يجرى يتبين بأنه راي اللي بغا يدير شي حاجة خارج القانون تخبى في البام ينسى هاد الحزب نحن كجميع الاعثاب الوطنية بضبوط بالقانون وبالقضاء الهم دينا هو نحاول نخدمه بطريقتنا نحاول نعاونه هاد المجتمع باش يزيد القدام في القضايا اللي كتهمنا وبالطبع انه دافئوا على مشروع سياسي حادتي ولكن بالحفاظ على قيمنا المغربية اذا الشاش كنتكلم بزاف على المفهوم ديال التام غريبيت مفهوم ديال التام غريبيت هدا هو الاساس ومع امر الحزب ما كنتك يخبى هاد 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 يكونش كنسمعه من الفين وتحود و الفين عشره وكان قل بغيت نفهم منهش يعني شكل هذا اللي غيجي تخبى عنه هنا وشكله غيخبى وشكله غيحميه شكله غيحميه يمكن في دماغهم بانه لا في دماغه بانه سوقه انا كنقول ده با حقيقة شكله غيحمي كيفاش غتحميش كيفاش هاد البام غيحمي غيمشي عند القضايا يقوليه لما تدرش مع دارة مع البام انا ما يمكنش يعني هاد الاشياء خيالية مرة اخرى كيف ماذاك الفين اللي تكلمنا عليها قبلة فيلم ورا فيلم هاد هاد انا مرة اخرى الاجابية فوق الاجابية اللي تكلمت عليها قبلة هو على الاقل يوم مقدروا نتكلموا على حزب كجميع الاحزاب السياسية عنده طموح لهذا الوطن وليهذا الشعب ولكن كجميع الاحزاب السياسية هنا باش ينفذ القانون وبيش تنفذ عليه القانون الى شي مناضل او مناضلة سياسيا علاش للمجلس الوطني دار بالاخ قبل من المكتب السياسي ملا ما تقوليه حيث تجتمع المكتب السياسي لا لا ابدا كان نقاش كان نقاش الامين العام هو وزير العدل ولان الخيال حاضر بزاف في قضايا بحال هاتش غا يقول لك الامين العام وزير العدل كدير بالاغ ضد اولا معاه وكيف بدرت ايها مشكلة فالوقت لان المجلس الوطني اللي كانت ترقصه سيدا يعني فاطم زران المنصري ووزير الاسكان بعيد على هاد الاشكاليين دي القادة فعتبر ما لانه مزيان يعني موقف بعد هاد الموقف تنقش في المكتب السياسي المكتب السياسي ايد الموقف الاول انا ذكر فاطم زران المنصري دار قلت من بعد نداء للناس دي الحزب العاصر تقريبا بنفس المنطق للبالغ الاول ولكن يفيد بغينا نكون الحزب فوق الشبهات وقالت ان الحزب اجتاز لحظات صعبة وازامات اصعب يعني ما زال تحت وقع الصدمة بالطبع بالطبع لانه هذه صدمة ماشي صدمة عادية لان يقول تلك قبلة والنداء نجل سيدة الرئيسة واضح نداء سيدة الرئيسة كيتكلم على تخليق الحياة السياسية ككل والاصراء المعاصرة كنموذج لانه اخر حزب يعني يدخل الحياة السياسية مقارنتان مع الاعزاب اللي طبعا ممتلاف داخل البرلمان فخصه يكون يعني نموذجي او يكون هو اللي دائما كيخلق ذاك الحادث الايجابي وفي ضمن ما نعيشه اليوم كساحة سياسية وكحزب اصالة ومعاصرة هاد النداء كيجي فوقته يعني ايام قليلة قبل المؤتمر واحدة نقطة مهمة لما شرتش لالك هنا في النداء هو انه لا بد اليوم نمشيه كرجل او يعني كموحدين داخل هاد المؤتمر باش نحاربوا هاد الاشكاليات وباش نوجهوا رسالة ايجابية للساحة السياسية وعبر الساحة السياسية الى المواطنات والمواطنين باننا يمكن غلطنا في واحد لوقت معين ولكن غنتفادوا هاد الازمام مرات الاخرى وغنرجوه يعني اقوياء وغنجاوبوا مع منتدرات المواطنات والمواطنين المؤتمر اللي غير ديش وعافك ندير واحد المقارنة اللي جاءت على خطرك لانه مهم جدا هاد القضايا بحال هكا الحزب هو ضحية دياله ضحية دياله ضحية ديال هاد التعامل لبعض الاشخاص لان فاش كيجيش وعد كيبغيت خمبه وكيديرش حاجة ماشية هادك باسمك كتولي انت الضحية في العالم البيئة الحاضنة في العالم احزاب سياسية تاريخية عبر العالم كيجرى في هالإشكاليات ما كيجيوش اللوم الحزب وانت شوف ما يجرى في امريكا وما يجرى في اوروبا وزيد في دول جد يعني متقدما في مجال الديموقراطي وكتشوف يعني ناس اللي نخارطوا في أعزاب سياسية وعندهم مسؤولية كبيرة في أعزاب سياسية وكيطاحوا في مشاكل كيخرقوا بها القانون وكي ميش الحزب اللي كيتلام هادوك الأفراد والأشخاص والحزب كيدل الموقف ديالهم نفس الشيء أنا فتكلمتلك قبلة على الصدمة هي الصدمة كأفراد أما المؤسسة الحزبية هي بريئة على هاد شيء تنظيم ما تأثرش لأن التنظيم لا يوقف له فالشخص غير معنا ما نديرو به ليس بتنظيم مش نتفاهموا اليوم الحمد لله تنظيمياً لا في جهة الشرقية لا في جهة الضربدة الأخوات وإخوان ملتزمين مع البام مآمنين بالمشروع ديال البام ومآمنين أن نخصنا نزيدو نشتهدو نغيرو داتنا باش متلقاش هاد الشبوهات على الحزب طيب مش متلقاش هاد الشبوهات وش نفهم بأنه المؤسمر غادي يكون فرصة للنقد الداتي بالطبع للمراجعة نعم نعم نقد الداتي عادي مثلنا يمكن قاع ولادة جديدة للبام شوف النقد الداتي في طبيعة البام أولى ما شير مامول فيش كتديرو هاد السيما دي مساعدين الله ودي 2012 دلنا نقد الداتي لا 2012 دلنا النقد الداتي المؤتمر احضرش فيه 2020 دلنا النقد الداتي دلنا قاع صراع قدو كتسخت والنقد الداتي ماشيش حاجة ليعيب على الفاسيو تكلم على النقد الداتي يعني اين هو الإشكال ماشي نفسي ياغ مختلف علي دابا علاش شن هو الإشكال اي مرحلة خسد تقييم ديالها كيكونوا ناجحات خسن قلوها وكيكونوا بعض الأشياء اللي خسد تحسن خسن قلوها هاد هو النقد الداتي براكس طيب نديرو تقييم نعم إلى قلنا المهدي بن سعيد اللي شهد الولادة ديالبام وبقي من البعد 15 عام في البام ودهن بوزير باسمية البام وقيادي في البام اللي قلنا لك عطينا 1-4 ولا 5 دلعناصر اللي أخطأ فيها البام في هذه المرحلة كلها أنا عندي عنصر أساسي اللي هو ما ندولوش مزيان الأنصر أساسي را قلتها لك قبيلة في 2009 و2016 فاش حلنا الباب وما بقناش كان آمنوا بالتنظيم المحلي والإقليمي والجهوي اللي هو اللي يدبر الأمور هاد هو خطأ أساسي اللي يخللنا نعيشو مجموع عندي المشاكل ما بعد وكي يغديرو ده بتفده وليش ما أنت تقولتها قبيلة يكون واحد مرداتي يكون واحد يجمع على أن هذه مرحلة جديدة بغينا نبنيوها والعودة والعودة لأننا كنا بدينا باحة المرحلة كذلك في 2010 2011 2012 2012 2015 بدينا نبنيو ده تنظيمات دينا العودة وبينا حتى دابع تمع سي عبدالطيف هو بي السيد رئيس سامير جودار اللي هو رئيس من دي القطب ديال التنظيم بدينا هاد العملية قدرنا مؤتمراتنا خسنا دابعا نزيدو نهبطو مؤتمرات محلية إقليمية ونكونوا كنا آمنوا بالتنظيم ما هو الإيمان بالتنظيم؟ إيمان بالتنظيم هي في التنظيم هو كيعرف الأخوات والإخوان الدول اللي كيلعبو في الإقليمي لأنه ممكن لك شنة تقالس في الرباط وتعرف شنو كين في الدريوت شنو كين في الداخلة وشنو كين لي ممكنش ها علش كيكونوا تنظيمات قوية في السعيد الإقليمي يعني السياسة مرة مرة خسنا نرجعو لبازية لها بدون تنظيم قوي سعيب عليك تحكم على شي واحد داكور طيب هاد النقطة هي أساسية ثانياً فاش كنت تكلموا على التخليق ومعقول ما جاء في الخطاب جالس يدنا الله ينصره وفي الرسالة الأخيرة في البرلمان ممكن زائد التنظيم زائد التنظيمات اللي كنت تكلموا على في المجال المحلي والإقليمي نخلقوا هيئات اللي غادتدير واحد دور زائد المجال التنظيمي وأنا داك كتولي واحد واحد تسعين في المياه كيكون اتفاق على على أن واحد الشخص مؤهل باش يقود واحد لمرحلة في البرلمان أو في الجماعة واحد تسعين في المياه لأن واحد العسورة في المياه دائما كتبقى ما يمكن لكش تكون ما تضمش ما تضمش كل شي ما يمكن لكش ما كيش واحد ضامن كل شي ما يمكن لكش رأي لا يمكن واحد يدخل بنية حسنة وهذا وغد يصدق ما يمكن لكش المهم اللي عندنا إحنا يوغسنا نضمنه فاش يدخل من بعد إذا أدبر الأمور ودرش حاجة مشية هذيك هذيك ساعة كيوليه حاسب من طرف الحزب ومن طرف القائل واخر نرجع للنداء دي الفاطمة الزرام ولكن عافك ما خسناش نخليه هات الصورة على الساحة خسي يكون شوية الأمل لأننا فاش كنتكلموا بحال هكا حالة طيب 2008 سعود لا 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 نقول لك علاش باش نتفاهموا رأي ما كنتكلموش على احنا عندنا بأدبة تقريبا كثر من 80 برلمان ماشي كنتكلموه على جميع المسؤولين الي عندهم هاد إشكالية ترا كنتكلموه على جوج ديال ناس كنتكلموش على اه يعني عافك هذي أقلية غير هذي الأقلية كتشكلي خطر على على البلاد على العزاب السياسية على على الساحة السياسية دوك هاد الأقلية أحيان نحاربها ولكن نرى تمانين في الميان ديال المسؤولين ما نتكلمش على المناظرين على المسؤولين رداخرين بنية حسنة بغي يخدموا هاد الوطن بحل اي واحد فينا كيتحمل المسئولية باش ما نخلقوش حدا باش كنت تكلموا بها الطريقة بحل رك نعمو بحل رك كل شي بحال هكا لا لا احنا كنت تكلموا على حالات كينا قارنة البراحة بطبيعة الحال لا وكي هي اقلية لخفضت حرب بقوة باش نزيدو نعطوه مصدقية لهات الساحة السياسية لان نتقاوه في جاني شناه وفي الفين وستو عشرين نعيشو مع شناه في الفين وسبعة انا المواطنات والمواطنين يقول لك بفوكو ما كتسنتوش لنا وبغيتو تخليو هاد اقلية الفاسدة احنا ما نتقاوش ناتمو بيكم وما غايكوش نعام فدكشان اش قلت لك عفاكرا ما خصناش نعمل موضو خص يكون نقولو الاشيوز كوميرسان نقولو الاشياء كيف ما هي وفي نفس الوقت نبنيو واحد يعني يكون عندنا واحد خطاب بالامل بان الهم الحقيقي هو مرة اخرى ونعطوه احسن سياسة عمومية للمواطنات والمواطنين باش نزيدو القدام هاد الوطنين نرجع للنداء دي لفاتيم الزهر المنصوري نعم عدا كي متن لها كشخص ماشي كمجلس وطنين بالطبع ما كانش توقع دي مجلس وطنين كرئيسة نعم كفاتيم الزهر المنصوري سيدي ماشي كفاتيم الزهر المنصوري مزين وش هو اعلان لترشوح لا شوف دا انا انا حايد لي الخشب بس انا غنا حايد لي الخشب ولكن بريتك تحايد ليه وعد حاجة انتا اللي هي هي انه يلا بغيرش نذروه على السيه يلا بغيتي غير هاد البرنامج كله باش في اللخر نقولك ها وش كله غير ترشح وهذا وليك يهم قولها ليه نسألوا هاد البرنامج تقيقا لا 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 انا خليتك نلخر انا وارد خلتك الرسالة اللي بتنوصل مرحبا هو انه منذ دا يعني منذ اعلان على هاد المؤتمر هادي تقريبا يعني هادي بعض الاسابيع النقاش اللي جاري داخل حزب الاسراء المعاثرة ماشي الرأس من العزب انا سهلا نجي وندروه فلان ولا فلتلال النقاش هو شنو بغينا كيفاش هنطبره المرحلة المقبلة والمؤتمر هي انطلاقها للي يعني لتجديد طريقا للتعامل للحزب الاسراء المعاثرة مع عرصته اولا ومع الساعة السياسية جانية مرحلة جديدة مرحلة جديدة يعني النقاش والحوار الحقيقي غايب دا مرال المؤتمر نحن دا بغير كن بحل 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 مجد الكورة ايه كيكونوا التسخينات قلو ماتش الحقيقي انطلاقا دي لولار بيت غير صفر مع المؤتمر وما غاي ساقلو ماتش حتى ما بعد الانتخابات لاي لا تقسينا غالبا الاقصاع اللي شكل لك يعطيه قولي نرو طوبة فوزني خوالي لا لا اقصاع شكل لك يعطيه الاقصاع اللي كيعطيه هو الشعب فاش ما كيصووش على واحدة هي السياسية حدا هو العمل الديمقراطي داكور وانا مآمن وانا مآمن هاتش اللي يقول القبيلة انا مآمن بان نرى 80 90 95% نجلل نسؤولين داخل البام نهم منه زهاء داكور وكين هاد الاشكالي اللي عشناها كيف ما كتعيشها الساعة السياسية كلها واخصة نحاربه اولا داخليا كعزب اصارة معاصرة ولكن مع جميع الأعزب السياسية هاد المشكلة دي الأمر ما مرتبطش فقط بالبام مرتبلي مشهد سياسي وحزبي وهاتش اللي كنشوفه مزيان توقيه انتو ما بغين تعطيه النموذج غات مشهول المؤتمر نعم غات تجمعوه في بوزنيقة ان شاء الله كنجوبني نعم وش النداء دي الفاطم الزهر المنصوري اعلان؟ لا بتارشوح أبجي نصورك عالسوال اه شو كلي دا الاعلان؟ فاطم الزهر المنصوري انت مغوبش حداي يلا كنت مغوبش حداك بالأعرى نسولك بصيغات اخرى نعم انا كنقولك الفكرة الأساسية اليوم هو يكون هناك يجمع ولمشبه لفريق العمل فريق عمل لانا الطريقة اللي غا نتبرو بها المرحلة المقبلة تايخ ستكون نغيروها شوية وما نبقوش نفكروا بأن الشخص او الزعيم هو اللي يحل هو اللي يفكي الإشكاليات لمنطق الدي الزعيم انتهاش حال هادي في العالم مش يغير في المغرب باش نكون واضحين لانا ممكناش نجيو نتكلموا على الساحة السياسية المغربية وما نتكلموش على تجارب دولية المفهوم المنطقة ديال الزعيم انتهى اليوم لو اتحادات اتحاد اوروبي اتحاد افريقي اليوم خصنا نفهم يعني تسير المفهوم ديال تسير يكون مغاير وهاتش اللي كنتفكره فيه دابا واش في هات الساعة اللي كنا ندر معاك فيك عندنا تخرجة الأخيرة نحن نناقش واتكون هناك تخرجة جديدة لطريقة ديال تسير مختلفة مشروع لكن في انا كن حاول نستوعبك السينادي بن سعيد ولكن كن هياك الحزبية بالطبع كن امين عام وكن مكتب سياسي لا كن قانون داخلي وذلك القانون كله يتغير الي تبيلين بان انا بغنا ندلو الطريقة هندي التنظيم الداخلي شكو اللي دار هاد الهياك لنهار الول احنا هالمناضرين المؤتمر سيدو نفسي ما زال ما قلت لك احنا نناقش مجموعة عندي الأطرحات وغنشوف الأطرحة اللي غتبلينا هي المميزة لهذا المؤتمر وتروحها جديدة بعيدة على المقاربة الكلاسيكية في تدبال الحزبية نعم كنقولو خصنا مقاربة جديدة في دل ما يعيشو السحاسيسيو وفي دل ما هاد الاشكاليات اللي عاشو البام خصنا بدلو الأمور ممكناش نجيو نصيرو ممكناش نجيو بواحد العريس وواحد العروس ونحطو فوق العمارية ونقولو هاك نتو الأمين العام ونجيو نصوتو بالإجماع ومشو بحالتنا هل هادو من انتدارات نجيو المغاربة؟ طبيعة الحل ايوة احنا اليوم بغينا يكون واحد تجاوب وواحد الرسالة إيجابية للسحة السياسية وإيجابية للمواطنات والمواطنين بأننا راح نفهمناهم داكور؟ وحنا جزء منهم فهمناهم لأن احنا جزء من هاد الوطن وهاد الاشكاليات اللي كيعيشوها وهاتش اللي معجوه مش لحال يشوفوه في البام احنا الاوائل اللي معج بناش لين مش هاد الصورة اللي بغينا نعطلو اللي المغاربة لأنotsا ليش هاد الصورة اللي بغينا نعطلو اللي المواطنين مش هاد الصورة جزء كبير دي العائلة تنرى وهم الأوائل كيقولووش اش هاد الشي واش هاد الشي واش شاوي ليش نقولك نهار الليapi ش留ناات اسياسة اه انا عارش كله يقلق اشيح فلهذا اليوم المنتظر هو كبير علاش كونه هو الامين العام ولاش كونه هي الامين العام اكبر بكثير المنتظر هو الرسالة اللي بغانا نوجهها للمواطنات والمواطنين هكينا 40 مليون ديال المغاربة اللي كي سبوهات سياسيين وما كايش دومش الحال وهذا ولكن كيتبعوه سياسيين الشي واحد فاش كي سبك وكي وكينتخذك يعني كين هناك اهتمام كين هناك اهتمام راه الخيبة وما يبقاش يديوها فينا شنو قلت كنا يقبل التخوف وفي 2016 ما يصوت حد ما يصوت حد يا دعنا صار في تقتل الامل فيكم مبقي ناش كين يهتموا بكم دوق اللهم واحد يجي انتقد ويقول هاد البطاق مخصوش يدير بحركة ويكون هاديك الحراكية ويكون هاديك النقاش وتكون واحد النتيجة في المنتظر انتظارات المواطنات والمواطنين بناء على هاتش ونا ما زال كان دي المحاولة دي الفهم معاك السينادي ابن سعيد المفروض انه فتح تم فتح فتح ترشيح نعم ولكن كنا انا سولسي سامير انا لا اعتقد ولكن انا نقولك علاش انا نقولك علاش هاد تقية عندكم مده المرة شوف كلها مرحلة وكنا ندبروها حسب يعني الحساسيات والاشكاليات ديال الوقت هاد المرحلة مرحلة حساسة شنو قلت انا من الناس اللي كي دافعوا ان انا خسنا نمشو بواحد اجمع لا بغينا الحزيب ققود اجمع وش على فريق ولا على شخص اجمع على تصور وش اللي غان مشو فيهن اما شكل اللي غايدبار ولا شكل ما غايدبارش هاد يكسر حل ولا ولكن الشخص اشخاص مهمين باش نو قد قبلها ماذا انت تقات امن بان الشخص الزعيم واللي غيجيو غيجمعوا الناس غيسكتوا قداموا انت هذا الوقت انت هذا الوقت انا بالمنطقة ديالة الفارق فيه حائد الاطروحة السياسية والتنظيمية اطروحة السياسية والتنظيمية انا ديالالمرحلة مقبلة اشنا هي واش غنضبرو الامور كيف ما المرحلة دي الفين وعشرين و الفين وستاش وعنا غاديين كين واحد الاصوات داخل الحزق اللي قل لا اليوم انتدارات كبيرة عند المغاربة واحنا في واحد الفيراج اما غن ناخدوهم زيان وغن مشو معهم انتدارات المغاربة ونبداو نجاوبو معهم بشوية بشوية من هنا الالفين وستا عشرين بالنسبة الانتدارات نجالهم لا بالنسبة لطريقة نجال التدبير نحن كاعداء في الحكومة والتفسير ديال السياسات العمومية الموجعة المواطناتة والمواطنين لا كمنتخبات ومنتخرين اللي كانوا قدموا للمغاربة لا في المجلس النواب او المستشارين ولا حتى بتط Приветورتزي والجمamet ph代�� المغاربة ولا وحل تطلع في الجماعات اللي هنا ما عيني انت بلجماعات وهاتش كله خصوا واحد المفهوم السياسي جديد ومفهوم تنظيمي لواكب هاد المفهوم السياسي الجديد باب اىzz المفهوم السياسي الجديد والمفهوم التنظيمي الجديد شكون هي قدموا السمادي بنية سعيدة خرج ليه مرونتك الله يجزيك بالخير شكون غي يقدمه؟ عبتشول المؤتمر وغتسنهو شي شباحه يعطيكم تصور ده شنو قدتك انا يا قبي لما ما كيعزبكش الحال فاشكن نجاوبك بدوني لغات خشب وبيتيني نجاوبك بلغات خشب ارا ما عادش نجاوبك بلغات خشب غاربق معاك ونظر معاك بقلبي يا نايا الشي رأحسن وزيف تواصل العالم العربي لا شوف شوف ارا فستر تاركو عود متفاهموا بعد على المنطق يعني كنت ناقشو في مجموعه ناقش يوميا يوميا نراك فاشتي ديكستوره اللي تكلمت عليها فاطم زراق قلسة معا يوم بعد بجيت يك خرجات ومشت قلسات معا وبي ومشت قلسات معا مناضرين مشتواش هدي لانهو كنت في الفارق البرلماني يعني كين حوار كين حوار كشاك منوت كل دقيقة كنستغلوها باش نحاولوا ننقشو معا الجموعة عندي الأخوات والإخوان مباشرة مبعد يعني يوم الخاميس يوم الجمعة غيبان غتبان أمور الأطروحة الأولى فاش غنتفهموا على ما هو سياسي شكورة 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 القيادات القيادات كلها المكتب السياسي الحالي المكتب السياسي الحالي مع المناضرات والمناضرين اللي غايجيوا للمؤتمر المؤتمرين لان واحد أول حاجة كتنقش في المؤتمر مباشرة مبعد يعني الافتتاح وتقرر السياسي ده وهو التقرر? لا كيتكون لوجينات اللوجينات تقرر السياسي والقانوني مهم فهادوك اللي جان إلا تفهمنا على هاد المنطق السياسي وتنظيم الجديد غير مشوردوك اللي جان باش نهبطوا هاد المفهوم السياسي في الورقة السياسية والتنظيمة في الورقة القانونية مباشرة إلا خرجنا بهاد الورقات عادك الساعة كأنقولو هاد المحتى بغينا هاد الفرد او هاد الفرد او هاد الفرد او هاد الفرد فلهذا احنا خلينا الترشيح مفتوح إلى اخر دقيقة في المؤتمر آه ما اصدش باب الترشيح الى اخر دقيقة ولكن فهم بأنك كنت يومك قيادة حالية نعم على قلب رجل واحد والتيارات دخيل لا لا ما كنش تيارات اليوم ما كنش تيارات دخيل يمكن انا كنتكلم على اعضاء المكتب السيحي الحالية وعضاء الجمشيطانية يمكن يكون هناك توجهات أخرى خارج هذا الشيء ومنحقهم يعني شتبعض الخارجات هنا وهناك ومنحقهم كيف معناه واحد الوقت كان عندي توجه لأتفقه مع واحد القيدة ومنحقهم غيرا أنا كان نقول حالياً كين هناك رد وفعل كين هناك نقاش منتفق المئة في المئة وهذه هي الديمقراطية ولكن كان حاولوا نقربوا يعني التوجهات باش نمشيوا كرازو الواحد باش كرازو الواحد لهاد المؤتمر بواحد يعني اجماع حول المرحلة المقبلة كيف باش هندبروا المرحلة المقبلة ما دي بن سعيد عنده طموح لقيادة البان بعيداً على المنطقة خليني دباً من القيادة الجماعية وتصور والنظار أنا نظر معك بدون اللي وغا تختم رجل أخرى الله يجزيك بالخير إلا غنقود الأصلة والمعاثرة بدون مشروع سياسي بدون مشروع تنظيمي وفي الحالة اللي فيها احنايا بالطبع لا طبعاً لا ولكن إلا كنا غنتكلموا كفريق واحد كجماعة واحدة كرفاق اللي كيدافوا على واحد المسروع السياسي واحد المسروع التنظيمي غانمشوا كلنا وغنخدموا اليد في اليد أنا لا أؤمنوا بالفرد رأي تريدك تفهم دائماً من بديت 2008 واليوم دائماً كنخدم مع فريق الحمل دبا بديتي كتجاوبني وهربتي لي على الجوا لا ما دي بن سعيد في حالة ما كان بهذا المنطق حد سير مداني أنا أقول لك حد دبنتك كتدر معي بالمنطقة خسي يكون عندكم رئيس أو أمين عام خسي يكون عندكم رئيس أو أمين دبا أنا عندي واحد فكرة أخرى ليه يا وخسني نتفق مع مالي لا حد دي الفكرة ديالي أنا الفكرة ديالي هي خسي يكون عمال جماعي ولكن خسي الإخوان يتفقوا على هذه النقطة إلا جاء وقالوا لك سيبت نسعيد دا الفكرة مزيانة ولكن إحنا بغينا نتبسين بايش يقول أمين عام ديك ساعة مشي مشكل فهمتيني إيش بدو قل كدب إحنا هنا نراقش أطرحات أطرحات تنظيمية فهمتيني إنفو غنتفاهموا إحنا كفريق عمل مرة الأخرى هذ الأطرحات ممكن يش نجي أنا يون قول لهم هاتش اللي غايكون هاديك الدفع عليها داخل خيار ودفع عليها داخل هاد المجموع عندي الأخوات والإخوان ليثيرون الحزب حاليا إلا مش إلا تفقنا عليها كلنا ومشينا ندفع عليها كلنا تبارك كاللي كي عرض هالتوجه كاللي كيقول لك لا حمال أنت دبا بديتك تقول لي أنا صاحب المبادرة بمعنى بديتك الذر إحنا أصحاب المبادرة أصحاب أنت تراجع تشيش لا مش مشكلة أصحاب المبادرة شوف إلا أنت عندك واحد كتجي كتقلنا هادرو معي بدون لغات خشب وفلاش كنا ندر معاك بدون لغات خشب كتقول لي لا وأنت بديتك التراجع كنا ندر معاك بنيتي راح أقسمو لك بالله ما كان زيتك حاجة ما كان استحاجة كان هناك إخوان اللي كيتكلموه كيقول لك لله من الأحسن إلا مشينا كجماعة غيبا حلا هناك أزمة وكاللي كيقول لك إيوه قلنا المغربرة كن أزمة وبغلنا نتفاده الأزمة شنو المشكل؟ يا في 2011 ما قلناش كن أزمة وفتناها وحمد لله خرجناها أقيا يا في 2020 ما قلناش المغربرة مشينا كتر في 2020 ندرنا تيارات ودرنا وجاء نداء المستقبال ونداء معاك شلاخ وشنا هو وشنا هو المشكل؟ دي ما خرجنا عن المغربرة وقلنا لهم الحقيقة ولاش جينا احنا التانيين للمرة التانية لأننا مشينا عن المغربرة وقلنا لهم الحقيقة ما كذبناش عليهم مشي جينا تخبينا بعضياتنا وقلنا عتيش نو ما تديروا لا تيار لا جوج ما تديروش نداء المستقبال أجين تفاهموه وعتيش نو ندير لك خاطرك أجين تاربعا لا تمام كتديروش الكولاسة أبداً أجين تاوغن عطاك الكوطة ديالك أبداً 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 نقول لك علاش لأن إلا درنا هالطريقة نجيل التعامل اللي كتكلم عليها دبع أعتقد بأن المغربة غاي عقبونا في 2016 فلهذا أنا أقول خصنا ندرو بكل يعني بقلبنا ندرو بقلبنا مع المغربة ونقول لهم الحقائق وتكون واحد الأطرحة السياسية يمكن ما غادش تعجب 100% والديمقراطية مع مرة ما كانت 100% ولكن تعجب واحد الأغلبية ديال المنادلات والمناظرين ديال المواطنات والمواطنين باش يتفاهموا بأن حتى هاد الناس اللي كيقودوا هاد الحزب راح حسين بهاد الاشكاليات اللي كينا اليوم في الساحة السياسية وكيحاولوا تجابوا معاه بالحلول القانونية والإدارية اللي عندهم اللي بديهم ولكن هاد المنطق بهاد التصور اللي كيدافع عليه مهدي بن السعيد ماشي غت تبينوا بأنه الغرض هو نبقى كلنا كقيادة حالية لا 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 بدا شوف ما شوف نبير النقد ذاتي نقول لكو على الحاجة أنا أنت رجعت الأفراد والأشخاص أنا أنت رجعت الأفراد والأشخاص أنا أنت رجعت الأفراد قيادة مرتبطة بالتصور أنا كنت هدر معك للتصور تصور شنا هو هو يكونوا لقاءات يعني أكثر أكبر بكثير من قيادات وما يكونوا لقاءات شعبية مع المغاربة وكيف ما كنا دلناهم في حركة الكل ديمقراطيين ولا حقلت لتبعتين في 2008 كان نقاش قوي وكيجيو المغاربة وكينتقضوا ماشي كيجيو يصفق علينا في اللقاءات كانوا يجيو وكينتقضونا وذي الساعة ما زال ما عدناش حدي الله بدينا كانت تكلم على الأطروحة السياسية أنا داك في حركة الكل ديمقراطيين ما زال ما كان سيره ما التحاجة وما عدناش وهادوك اللي كانوا ينتقضوا اليوم قيادات داخل الحزب علاش لأنه كتنقش معه وكتحملوا المسؤولية كتقولي أنت مواطن ماشي غر عاجي انتقضني اجي سير هذا بلادك وش حال من واحد فيهم للتحق بالحزب وانا واحد منهم انا انتقضت في اللول الفكرة ومبعد التحقت بها وشوية بشوية دخلت البرلمان وانا اليوم مسؤول داخل هذا الحزب وكما كانش هاد الحزب والحركة اللي يكون ديمقراطيين يكون من الشباب اللي لا يؤمنون بالعمل السياسي ومئات نقول الالاف مننا بحلها داخل الاصرة والمعاصرة هذا هو المشروع اللي بغنا نرجعه للروح دياله هذا هو المفهم ديال الديمقراطة يعني الانفتاح على الشعب المغربي باش يتحمل مسؤوليته السياسة يتحمل المسؤولية خصوم يتحملوا مسؤوليتهم يسيروا أمرهم الرأسهم ويدخلوا العمل السياسي ولكن علاش ما كانش نقاش عمومي اذا باتشيرا مش يدي لكم بوحدكم السيمة ديبن سعيد فتحتوا أبواب ترشحوا احترشحوا وخرجوا تناضروا اه بلاتش اه بلاتش شنو قلت لك انا قبيلا انا هترأيي واعتقد هو رأيي مجموع عندي الاخوات والاخوات هاد المرحلة خصنا نتافقوا على هاد المشروع السياسي اللي قلت لك وخصنا نمشوليه بالاجمع النقاش العمومي مع المغاربة مداية القصة وراء المؤتمر عاد غان بدأوا العمل نبطوا عند المغاربة يعني سهلا نديروا مؤتمر سهلا ندير مؤتمر سهلا ندير مؤتمر سهلا مرة اخرى هاتي موات النظيمية لا سهل الصعيب هو نقوله غان فتحوا واحد الورقة الجديدة وغان مشو عندنا مغاربة باش نقشوا معهم باش نتقضوا بعضياتنا باش نشوفوا شن هو الايجابي شن هو السلبي وانا داك نتصالحوا ونصالحوا العمل السياسي مع المواطنة الشبابة واجباتي تقنعني وتقنع الناس السيمياتي بن سعيد بأنه ممكن دير صفحة جديدة وممكن ضخ دماء جديدة وروح جديدة اللي هي الروح القديمة واش ممكن والعكس صحيح هواش ممكن ما قلتك شنا بلافس الوجوه ولي كتكلم الوجوه أصلا وحيتك تتكلم لي بمنطق الإجماع لا 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 عبلتك فاش نقول الإجماع نمش يمكننا بقناعة بأن هو المشروع السياسي اللي خاص وهو المشروع التنظيمي اللي خاص وذك الساعة الفرق ديكساح 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 فاش هنوصلوا شكول اللي كيدين هدا كنيقاش آخونا بك انت المغارع لمنطقك لا لا خاص لا وانت اللي بغيت يا ده بلا انت بويت الدوز برنامج ديلك ولكن حنا عدناش اشكالية أخرى اشكالية سياسية فاش إلا ما مشيناش مجموعين ما عنا ما نقدموا المغاربة عدة باش نتفاهموا اليوم خاص الحزب يبقى قوي تنظيميا وسياسيا من يقودوا هادي المرحلة المقبلة واحد جوج عشرات اتناش هداك غننقشو في المؤتمر ومبعد عاد مرا هاتشي لقودك مبعد عاد فحا غتفتح باش نمشيو ننقشو مع المغاربة يلا جينا هاتش دينا معاكز ما 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 عندوش اي لنا اصلا ما غنقلوش نتفكين باقي عندك طموح طموح عندي الطموح لهاد الوطن اه انا عارف داكور ما كاي يعزوكش هاد الكلام لانا كدير انا يبيدون لغات كتب وانا كان قوله لك طموح دي الوطن واش مهدي بن سعيد له طموح وفق هاد التصور هاد الماكات دي البام انه يقود البام استعملوا واحد مصطرح اخر مقودو البام اي لغا مشوب المفهوم دي الاجمع نجي المجموعة كانوا هنا ماشي انا ابعده بها انتها هاتش ارا مراد ولا اسمته لا اذا ولا مراد لانا عند احد اشكالي يا دا بقى بلا شي بنت الصحفي واللي كيهمك والمقال دي الغدة وشنو غدير في المقال باش تبيع الصحفة دي طريفيا انا اللي كيهمني والمشروع السياسي اللي غنعطينا المغربة وما كيهمنيش الفرد او الشخص اشكون كيفاش هادك يناقش داخليا غانشوف الايجابيات ان الفرد والشخص سير مداني نشوف الايجابيات والسيليبيات اللي عند كل واحد فينا وشكون يقدر يمثل في هاد المرحلة حيز الاسارة المعثرة ويقدر يمشي عند المغربة بوجوه احمر طيب المشروع اللي بغيتي وانا داك المناظرات والمناظرين كيديروا اتقى في واحد المجموعة او في واحد الشخص كيف ما بغوا يعني توجه اللي غير مشوفه ومن بعد كان عودوا نجيوا انا مستعد نجي عندك الاسبوع المقبل باش ندافع على هاد الاطرحة معاك مزيحة الى التي سترى تداز في المؤتمر بطبيعة العدل ولكن نعتبروا بانه ديال دابا نعم كان هناك تجاريب في تاريخ المملكة المغربية على هاد طريق هاد العمل اللي كنقولها ورجو عن التاريخ ديالما كين انتحاد الوطني القوات الشعبية كين مجموع عندي الاحزاب السياسية اللي خدموا به هاد التجاريب كين على الصعيد الدولي كين احزاب اخدام به هاد التجاريب يعني ما رمشيش حاجة اللي كنقولك جديدة غيجب ده البام راشفنا ما يجري في العالم وفي اطار يعني المرحلة اللي كنعيشوها اليوم وقلنا اجو كيفاش هنقدروه نجيبه بفكرة جديدة سياسية وتنظيمية اللي غنقدروه ندبرو به هاد مهم عندكم فكرة جديدة تنظيمية اللي ان شاء الله لأصرة والمعاصرة ديالما بعد المؤتمر نعم ديالويكاند ما يكونش يشباه ما قبل الويكاند لا نعتبرو صفحة عبدالطفوة بانتهت ها انت رجعتيني الافراد والاشغال عندك مشكلة شوف نبت تصورات القيادة الجماعية من بعد المؤتمر نبت امينا لا المرحلة الحالية ينتهت ما يمكنها تنتهي الا بالمؤتمر سيد الامين العام وهو سيد الامين العام سيا بالطفوة بما عندنا ها باش نتفهم الله معناش مشكلة معاكا معناش اشكاليات سيا بالطفوة ضبر الامور في اطار الامكانيات اللي تعتعتو في الكوفيد في الحكومة وقعتش اللي قلتلك هو ورا واحد منا داكور نتقل معكم فهد المنهجية؟ فهد تذكير الجماعي؟ سولو لا لا انا نكتر نقول لك رأييييييييييييييييي لكن نجي نعطي الرأي دي الأخ أو أخش أخر صحيب عليها لأن هذه النقاشات كيكونوا حلا جيت نقش معك واحد الموضوع ومن بعد جيت كمع رمضاني قال ليها لا عنده رأيه تعطني لنطبع بأن أمور سمن على عسل بخيئة لا لا أبداً كنقول كل واحد عنده رأيه وكل واحد يناقش نقش الرأي دياله وكنشوفه ما هو أحسن دي المرحلة المقبلة وتقبيره كنحاوله نقشه مع الجامعة ونصنته الجامعة ونسمعه الأراءة ديال الجامعة باش تهد العملية حلاش لأن عملية مهمة لأنه اللي نجحناها بعضياتنا غدا يمكننا ننجحوها مع المواطنات والمواطنين ميلة من الأول انا ما باش نصنطل آخر وغان ديال اللي بغيت لأنه نولي قوتها نظيميان رأيه ما كيل لاش هذا وجهتنا دي بغيت نسوك يا فاطم الزهر المنصوري كنا تقول لي يعبتني سؤولها يا مزيان صحفي جوبت يا راسك جوبت يا راسك ولكن ما عادها لي بما أنك واحد من البام نعم واش كنتي من ناس دي البام اللي قلتي فاطم الزهر المنصوري انتي هي السيدة التي تريقه لقيادة البام في المرحلة المقبلة نعم قلتها؟ قلتها معاك ممكن جاء واحد للسنة؟ لا خليدها هاد الأيام دلو شو قلتها ليها؟ لا شو نقول كش اللي قريت في الصحوف هي بلاش بلاش شو نقول دائما كون كنا غامشيو ولا غامشيو بالمنطق التقليدي الهيكالي ونجل الأحزاب السياسية وخصنا واحد اللي قلت أنا أعتبر بأن الأخي فاطم الزهر المنصوري منذ 2016 وانا أتكلموا على الأخي فاطم الزهر المنصوري كعلى نموذج القيادة اللي تؤمنوا بالمشروع الحادثي الديموقراطي وهي يعني نموذج نجل الأصارة والمعصارة مع مراملة السياسة قبل دخلت بحالي في 2007-2008 وتحملت المسؤوليات ونجحات في هاتي تحمل المسؤوليات وفي 2016 كنا نساندوها وفي 2020 حتى عبدالطيفو هابي قال في تصريح رسمي إلا الأخي فاطم الزهر هترشح أنا غانكون مساند لها ومنين ما ترشحت أنا أقترحه نفسي وديك شعب بس عنا ونفس الشي إلا كنا غامشو بالمنطق العادي التقليدي أنا أرى بأن الأستاذة التنظري هي اللي تقدر تدبر هات المرحلة ولكن تما ما نوشت مشيو بالمنطق ولكن دبا نناقش أشياء أخرى وأنا ذاكرا غانتجاوب معاك في الوقت المناسب غانجيو للمؤتمر وغانشوفه انترك غاتكون معنا شعلا في المؤتمر لا غنكون معاك من ضروري غانح نضايط شي كامل اللي قلتيوش غديكون ولا ما غيكونش ما بقاش الوقت بززاف ولكن غاد ندري شوية الاستباقية بما أنه الحزب كيفكر في عهد جديد ومرحلة جديدة وطريقة جديدة في التدبير واش مشاركته في الحكومة تكون محل سؤال في المؤتمر ولا سنيته مع الأغلبية غتبقى إلى نهاية الأغلبية حتى شنو قلت القبيلة احنا جزء من هذه الأغلبية هات الساعة الأمور غدا مثلا وجزء في هذه الأغلبية ليس فقط في الحكومة الآن نقولها القبيلة حتى في الجهات والجماعات يعني أنا كنت فهم بأن البعض يحاول يخلق مشاكل ما بالمكونات الأغلبية ولكن ما أراه اليوم يعني ما ألاحظه اليوم مقارنة بالمراحدات اللي كانت عندي في الأغلبية السابقة الغمور راح نحرم أيضا ما كينش تاكين هناك تنصيق تام يمكن يكون نقاط يعني خلاف مرة مرة وعادي جدا ممكن هاش يجوا نقوله آمن لكل شي را كيكونوا نقاط هذا هي السياسة كيكونوا بعض النقاط كنختلفوا فيها في بعض الأشياء وبعد كنلقوا واحد لحل الوسط باش نحادوا ندلو القدام أو بعض الأشياء التي تؤجل للقاءات أخرى وعادي جاربها العمل وخا بزرد الأمور وفي الأخير المجالس الوطنية هي اللي كتحسن وكتحسن في هذه القدعية حسن ندلو شي حلقة من بعد ندلوك على الكاميرا الخافية وعلى الزل نجيونا ندلوه على الوزرات على الوزرات ولكننا نعطيك بعض الأسماء بيتعليقات سريعة بدون لغة خاشة بدنا بدا بالراحيل بن سعيد أي تيدر طبعا هو رجل سياسي رجل وطني مقاوم وطني ليعتار كثير لهذا الوطن وجميع الأعزاب السياسية تحترم يعني ما صار هذا السيد الله يرحمه وحتى اليغتاج ندلو يعني تقيل ليس فقط للحز اللي كان تميله ولكن بالنسبة للساحة السياسية الله يرحمه في هذا النهار السورة الثانية عمل طيفوها بي تعليق سريع بدون لغة خشب بدون لغة خشب مناضل أولا داخل صفوف حزب أثرة والمعثرة كان رئيس للفريق 2011 ومن بعد أمين عام ديالي وعلاقتنا الإنسانية جد جد متمعية الحمد لله فعطة المزارة المنصوري تعليق سريع بدون لغة خشب نخارطنا في الحزب في نفس الوقت من 2008 هي أنا كنقولها هي بالنسبة لي بحل الأكت الكبير يعني كنستفدو من تجريبتها ومن طريقتها للتدبير للمحلية للوطنية أول قسم التقني دي الاختيارات غير عشوائية الصور حان الله وهدي درس الحياة ليدارية دب هدي واش صدفة حالك كل حان شو نخرج من السياسة وليد الرقراقي تعليق سريع بدون لغة خشب وليد الرقراقي كوتش نجال منتخب دينا يعني حلمنا معه في قطر وان شاء الله ما زالنا نحلم معه في المغرب في 2015 ان شاء الله حسين عموته؟ واليوم كي يبين بأن الحمد لله يعني مستوى كبير عند الكوتش عندنا في المغرب ويقود منتخب الأردني في كأس أسيا يعني طبعا نبغي ويرجع للمغرب فالشي سلي المهمة يعني مع الأردن نبغي ويرجع للمغرب ان شاء الله نسألك بزوبير هلال في حقيقة كن خدم بواحد طريقة جد 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 انا كنت متساعدة كنشوفه مرة مرة في الشي اللي كي يقوم به لا في قطر ولا في أبيدجون خلا ان الزيفوريين يعني يتعرفوا على المغربة وعلى الثقافة المغرب بطريقة جديدة وحبوا المغربة عبر العمل اللي كي يقوم به وبالطبع عدد نموذج من الشباب اللي نفتخر به وكنشكروا على العمل اللي يقوم به هدي مسعي تكلمتي معنا بدون لغة خشب هاتش لأطوح له شكرا لك الحكم المستمعين والمشاهدين والمؤتمرين شكرا كريم نيتسي في إخراج الصورة والصوت شكرا سمعي الروحي هشامو زروال في التصوير عيدة اشترى دي في الإنتاج حوارتنا دائما بدون لغة خشب بدون مواد حافظة رفعت الجلسة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة